وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط ما يقرب من 281 قضية من بينها ما يقرب من 89 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر